بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نتكلم على الكاردوفيسكولر دراجز وده كان جوية عندي جروبس كتير ممكن بستخدمها لعلاج الأمراض اللي تخص القلب والقواعيات دموية أولهم هيبقى الانتيهايبرتنسف دراجز الهايبرتنسف زي ما احنا عارفين بيكون نتيجة زيادة واحد في الاثنين يأما الكاردوفيسكولر أو زيادة بمعنى الأصحي زيادة في الهارت ريت أو زيادة في بريفر الريزيستنس اللي احنا كنا شرحناها واتكلمنا عن الحركة بتاعة الجدرون بتاعة الأوعيات الدموية والمقاومة اللي بيلاقيها الدم لما بيجي يعادي في الأوعيات الدموية من الجدرون دي هي دي بريفر الريزيستنس فبيكون زيادة ضغط الدم نتيجة حجم الريزيستنس يأما ضخ الدم عندي كتير في الهارت ريت كتير يأما المقاومة بتاعة الأوعيات الدموية دي عندي بتكون عالية إزاي هقدر أعالج ده أو أقل الهايبرتنسف عندي جروبس كتير بقدر أعالج بيها الهايبرتنسف الاول هو الانديوتينسين انتاجونست وده عندي جواه جروبين بعد كده عندي السمباسوليجکس أو السمباسوليتك الحاجات اللي هتقلللي السمباساتيك اكشن بعد كده عندي الريسيبتو بلوكرز هيتقسم عندي لبيتا والفا وجوههم هيتقيسم عندي لبيتا لسيلكتف ونن سيلكتف السنترال سمباسوليتك سواء هيوسع لي شرايين او ردة او بصف زم الديوريتيكس الحاجات المدرة للبول وعندي منها انواع عديدة هنتكلم عن كل منهم بالتفصيل اول حاجة عندي الانجيوتنزن انتاجونست قلنا بيتقسم عندي لقسمين جواه اول حاجة عندي هي الانجيوتنزن كونفيرتنج انزايم انهيبتورز زي ما احنا عارفين ان الانجيوتنزن هي مادة بيفرزها الجسم وبتقوم برافع ضغط الدم وبتعمل لي فازو كونستريكشن فانا هشتغل على الانجيوتنزن بطريقة من اتنين ياما هخليه ما يحصلوش اكتيفاشن ياما هقفل الريسبتورز اللي الانجيوتنزن تشغل عليها اول واحدة اول جروب عندي انجيوتنزن كونفيرتنج انزايم انهيبتورز هشوف الانزيم اللي هينشطلي انجيوتنزن وابدأ اعمله انهيبشن او اخليه ما يشتغلش الاكزامبل اللي عندي موجود للدراكز ديت هي هو الكابتوبريل والسايد افكت بتاعت استخدام الكابتوبريل هو الدرايكوف في حالة ظهور الدرايكوف مع استخدام الكابتوبريل هبدأ ان انا استخدم دراكز تانية تكون ما بتعمل ليش السايد افكت ده اللي هو هيبقى اللوسارتان والفالسارتان اللي موجودين عندي كاكزامبلز لجروب الانجيوتنزن 2 ريسيبتور انتاجونست دي مجموعة من الدراكز بتعمل لي بلوك او بتقفل الريسيبتورز بتاعت الانجيوتنزن وبالتالي ما بيقدرش انجيوتنزن ان يدخل فيه الريسيبتورز بتاعته ويديني الافكت بتاعي بس تعملها في حالة ظهور السايد افكت للكابتوبريل بعد كده تاني جروب عندي السيمباسوليجيكس بيتقسم عندي اول حاجات اللي بتعملي السيمباساتيك سيستم انهيبشن هتتقسم عندي اول حاجة عندي ريسيبتور بلوكرز اولهم البيتا بلوكرز وزي ما اتكلمنا قبل كده في وقلت ان البيتا بلوكرز عندي بتتقسم لنون سليكتف بيتا بلوكر وسليكتف بيتا وان بلوكرز النون سليكتف بيتا بلوكر الاكزامبل اللي لها عندي هو البروبرا نولول هي بتشتغل عندي او بتقفلي بيتا وان وبيتا تو تمام ايه المشكلة في حاجة زي كده طبعا زي ما احنا عارفين اللي بيأثر على القلب بس هو بيتا وان وبيتا تو بيشتغل على البرونكوي ففي الحالة دي لو شخص suffers from أزمة او بيعاني من الأزمة لما نعمل بلوكنج لبيتا تو دوت هيعمله مشاكل وهيعمله هيخلي عندي برونكوي هتبدأ انهيات دي الاكزامبل اللي عندي هو البروبرا نولول سيلكتف بيتا وان بلوكرز بيبقى ليه هاي سيلكتفتي لبيتا وان بالنسبة لبيتا تو الاكزامبل اللي موجود عندي هو القتينولول ميتو برولول والبيسو برولول اكتر اكزامبل بنستخدمه دايما وسهل في نطقه القتينولول وبنقول ان في الحالة دي انا هقفل البيتا وان من غير اي صيد افكت على الرئتين بالنسبة لالفا بلوكر طبعا زي ما انا عارفين ان الالفا موجودة عندي في او الجدرون بتاعة الاوعية الدموية وبالتالي لما انا هقفل الالفا هعمل فازو دايلتيشن للأوعية الدموية او هبدأ او السحة الاكزامبلز اللي موجودة عندي هي البرازوسين والدوكسازوسين سنترال سيمباسوليتيكس هبدأ ان انا اقفل السيمباساتيك سيستم ولكن سنترالي من المخ هقفل الرسبتورز بتاعة السيمباساتيك سيستم اللي هي الالفا والبيتا ولكن من المخ الاكزامبل للدراكس دي عندي هي الكولينيدين والالفا ميسايل دوبا الفازو دايلتورز زي ما قلنا ان انا ممكن اوسع اوريدة او شرايين او اوريدة او شرايين في نفس الوقت اول حاجة عندي هي الكالسيم وزي ما قلنا قبل كده ان الكالسيوم هو اللي بتحكم في انقباضات الاوعية الدموية فبالتالي لما انا هقفل الرسبتورز بتاعة الكالسيوم يبقى انا كده هقلل انقباضات وبالتالي هوسع الاوعية الدموية هستخدم الكالسيوم التشانب بلوكرز كمان في علاج الانجينا او الزبحة الصدرية والصبرة في انتريكولار تاكي اريزميا او في عدم انتظام دربات القلب بالزيادة تاكي اريزميا عدم انتظام دربات القلب بالزيادة اكزامبلز الذى عندي زي الفيرا باميل موجودة عندي في السوق باسم ايزوبتن النفيديبين فيلوديبين دلتيازيم والاملوديبين الارتريال فازوديليتورز الحاجات اللي هتوسعه الارتريز او الشرايين اكزامبل لها عندي مينوكسيديل ارتريال اند فينس فازيوديليتورز هيوسعه الشرايين والاوردة اكزامبل لها عندي النايتروبروسايد رابع جروب عندنا هنا هو الديوريتيكس وده ينقسم عندي لأربعة جروب أول واحد فيهم هو الكاربونيك أنهيدريز انهيبيتورز الإجزامبل اللي هي عندي هو الأسيتازولاميت بنقول إن أنا باستخدم الأسيتازولاميت عشان أعالج الجولوكومة وطبعا بداية باستخدمه لعلاج الجولوكومة اللي هي زيادة ضغط العين يبقى هو عندي موجود فيه صورة ايدروبس أو موجوده صورة أطارات ده بلاس الإفكت بتاعه على الكيدني تاني نوع عندي هو اللوب دايوريتيكس الإجزامبل اللي هي عندي هو الفيروسيمايد وزي ما احنا عارفين إن الإفكت بتاعه أو تأثيره عالي جداً في دايوريسيز أو في إضرار البول وعشان كده دايماً باستعمله في حالات الطوارئ اللي هو الاسم التجاري الفيروسيمايد والمتعرف عليه بالنسبة لنا كلنا اللازكس اللازكس مشكلته إنه هو عندي ليه أعراض جانبية برغم إنه هو بينزل الضغط بسرعة شديدة جداً إلا إن نتيجة السرعة الشديدة دي في إنه هو ينزل الضغط ليه بعض الأعراض الجانبية لازم نخلي بالنا منها أول حاجة فيهم هو الأكيوت رينال فليور ممكن يعمل لي فشل في الكلا هايبوكاليميا نقص في الكالسيوم في البوتاسيوم هايبو ماجنزيميا نقص في الماغنيسيوم هايبار يوريسيميا عند جاوت زيادة في اليوريك أسد وممكن يسبب لي نقرس ممكن يعمل لي تسمم في السمع وفقد لي السمع وعلشان كده في الغالب الفيروسيمايد قليل قوي لما بنضطر إنه نستخدمه بشكل مزمن أو بصفة يومية لمريض ضغط دم السيازايدز الإجزامبل ليه عندي ليه أجزامبلات كتير يعني هناخد الهايدروسيازايد فيه عندنا هيدروكلوروسيازايد وفيه إجزامبلز لها كتير بنقول إن هي بتعملي إدرال البول بصفة متوسطة إلا إنها برضو بتنزلي البوتاسيوم البوتاسيوم سبيرينج دايريتكس ودوة من الجروبس عندي المميزة اللي ممكن معظم الأطباء بيفضلوها لإن هي ما بيتنزليش كميات كبيرة من البوتاسيوم في البول وده بيحافظ على التوازن أو الإكولابريام اللي موجود عندي جوا الجسم الإجزامبلز الليها عندي أول واحد هو السبيرون ولكتون ودوة بالنسبالي بيشتغل ككمبيتاتف أو متنافس مع الألدوستيرون على الريسبتورز بتاعته الألدوستيرون الألدوستيرون هي مادة بالنسبالي بتزود ضغط الدم بالنسبالي للسبيرون ولكتون بيبدأ إن هو يعمل إنهيبشن للسوديوم وبوتاسيوم ما بينهم عن طريق إن هو بيتنافس مع الألدوستيرون الألدوستيرون طول ما هو موجود بيبدأ يعمل ريتانشن أو بيخلي الجسم يحوش عندي سوديوم ومية وهيبدأ ينزل من الجسم البوتاسيوم لما السبيرون ولكتون بيبدأ ينافس الألدوستيرون على المكان بتاعه هيبدأ يوقف عملية إنه يحصل ريتانشن أو يحصل إن الجسم يفضل يحوش فيه سوديوم وينزل فيه بوتاسيوم في البول فبالتالي مش هيحصل فقد حاد فيه البوتاسيوم زي في الجروبس التاني الإجزامبل التاني عندي اللي هيشتغل عندي non-competitive يعني هيوقف لي أو هيعمل إنهيبشن للسوديوم بوتاسيوم إكستشينج ولكن مش بشراسة زي السبيرون ولكتون اللي هو الأميلوريد الدراجز ديت تعتبر زي ما قلنا بوتاسيوم سبيرينج ديروتكس معظم الأطباء بيفضلها بسبب أن هي بتمنع نزول كل كمية بوتاسيوم موجودة في الجسم وفي البول وأنه يحصل ريتانشن للسوديوم آخر جروب عندي لعلاج ضغط الدم هو الـ الإجزامبل اللي عندي الأليسي كرين ترجمة نانسي قنقر